السماعين الكرام مرحبا بكم في لقاء جديد لقاء مباشر على الإدعاء القربة منكم مدغجو وبرنامجكم سيداتي ساداتي سعيدة بلوقيكم التواصل معكم مرحبا بالجميع أتمنى دائما أنكم تكونوا كتقليوا معنا أوقات ممتعة زوينة ومفيدة مرحبا بكل مستمعين ومستمعاتنا فينما كنتوا يومكم سعيد وكنتمنى أنكم تكونوا على خير نشطين كل شي هو هذا كتبارك الله عليكم تحياتي لكم مستمعين الكرام ولقاءنا معكم اليوم أكيد أنه لقاء غنختمو به السنة سنة 2017 بيني وبينكم بغيت هذا اللقاء يكون نويكم الراس في الراس ما هنجز الشيح باقر أكيد أنه أنا سعيدة جدا بكم مستمعين الكرام تنفرح بزاف توصلكم معنا شكرا لكم على ججيعكم شكرا لكم على كلماتكم طيبة داست سنة طايرة معكم ما حسيناش بعد الأشهر 12 شهر داست نتمنى ودائما أنه نكونوا عند حسن ضرنكم متطلوعتكم ولكن هي فرصة باش نقول لكم لعلي خطيكم شكرا بزاف لكم شكرا لأنكم تقسمتوا معنا الفرحة تقسمتوا معنا يعني مشاكلكم احتياجاتكم يمكنش مرات حتى أحزانكم شكرا بزاف لأنكم أعطيش هنا بزاف ديال الفرح شكرا بزاف لأنه في كل مرة كنتوا كتشجعوا الإدعاء القريبة منكم في كل مرة كنا كنت تقدموا بفضلقهم بعد الله سبحانه وتعالى إلا وكتكونوا معنا وكتشجعون على هذا الأساس هذا فشكرا جزيلا لكم ونتمنى ونشاء الله أنه 2017 كيفما كانت زوينا بزاف معكم تكون 2018 أحسن وأحسن معكم تكون أجمل وأجمل معكم يقدرنا ربي ونعطيكم أكثر كنحاول وأنا نعطيكم ما في ويسعنا وما في جهدنا ولكن نتمنى أن العام الجاي ربي قدرنا أننا نعطيكم كتر أننا نرقب ضغقكم كتر أننا نقدموا لكم المعلومة أكتر ونتقربوا منكم كتر ونساعدكم في استداركم كتر فياربي توفقنا ولليحش منا وشكرا جزيلا 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 لكم ولكننا مستمعين ومستمعاتنا تحياتنا لكم وسانا سعيدة ماني قبل أفرح والمسارات يا رب واليوم هو لقاء أولا اللي غير نختموه بي السنة شي حاجة اللي عزيزة عليكم بزاف وهي الحياة المنزيدية غا تكون فرصة باش نختموه مع بعديتنا 2017 بحياة لفدارنا عندكم أسئلة عندكم قصراحات ونتمنى أن قصراحاتكم اليوم ستكون كتيرا في انتداركم لأنه كان عارف باللي كانت نتضر هذا الموعد هذا ففي انتداركم طبيعة الحل مستمعين وفي انتدار قصراحاتكم مسامحة معنا باش تستقبل مكالماتكم طبيعة الحل وتاخد قصراحاتكم وأسئيتكم فأهلا وسهلا وموارحبا بالجميع مرة أخرى كنتمنى لكم سنة سعيدة واليوم عيام هدي بنكوس في الإخراج غادي نرفقكم بنغامات متنوعة وأيضا بقصراحات زوينة بقاو معنا ما تمشيوا فين كل عام وأنتم أجمل وأروع وأحسن وأسعد بكل ما كتمنى ويربي كل ما فيه خير القادم أكيد أنه خير بإذن الله سبحانه وتعالى حتى شيح وجديك نشوفهم احنا يمكن كدرونا ولكن نشوفهم بشر فيها خير وحكمة مام عند الله سبحانه وتعالى فإن شاء الله سنة مليئة بالأفراح والمسارات للجميع لحظات مستمعينة ورجع لكم على بركاتي الله نبدأ ولقائنا وحيالنا المنزلية بقاو معنا ما تمشيوا فين رجعنا لكم جديد مستمعينة الكرام معالمات غاديو ماذا المواصلين ماذا بستمري معكم دائما وبرنامجكم سيداتي ساداتي تحياتي لكم وتحية لكل أوفيةنا وكل مستمعينة نتمنى دائما أنكم تكونوا كتقلي معنا أوقات ممتعة وزوينة مرحبا بالجميع رجعنا لكم باش نتواصلوا معكم طبعات الحال ونجاوبوا على جميع الأسئلة ديكم استقبلوكم أيضا مرحبا وأهلا وسهلا بكل مستمعين على 052-642-752 أو 052-880-060-61 مرحبا بكم جميع المستمعينة باش عطونا قسرحتكم وأفكاركم علش الله عنا بداو باش نوصلنا في فيسبوك اليوم تحية للا لاطفة دائما معنا سبارك الله عليك تقول سباح الخير والبركات غالية سيسوكينة سنة سعيدة وأنتي أسعد دعافكم عندي جلبة وعزيزة عليا دمامر رحمه الله وتقصلي بالدم عفك عطاني شي حلي إذا لا تبقعد دم الله رحمه الوالدين شي إفادة عفكم مرحبا بكل الفرح للا لاطفة وأنتي أيضا عزيزة وغالية وتحياتي لكل الأختك كي نختار حتى أسولك للا بداية عكا تقول الختيلة تفجر بالملحة الغليدة كتحطيها على الطبعة وترشي شوية دي الخل بيدفوقها وخليها وفركب شوية وعودها بنفس الطريقات تتحيد فكرة زوينة بزافة للا بداية عالي تكسحها أنا عندي لك فكرة أخرى وأنكي تأخذي هذه البقعة وكتدهنيها بمعجون أسنان أبيض ما يكونش معجون أسنان نملون معجون أسنان أبيض كتخليها لديك البقعة تغطيها كلها كتخليه حتى كي نشوف ومن بعد كتغسليها بالمل بارد كتغسلي ذك يعني كتدهني كتدهنيه ب كتدهني ديك البقعة بفرشة الأسنان تزغطيها كاملها ومن بعد كتخليتك كتنشوف وكتغسلي ذك المعجون بالماء البارد وبنت لك البقعة بقي ما حيداتش را يمكنك تعاودي عاو تاني مرة أخرى حتى تزول ومباشرة من بعدها ستصبن ديك الساعة أولا تصبنها في الدار وتأودي البريسنج تحدد ديك الساعة أنا يفسح سنجليل بس كم بغم تصبنه في البريسنج ديك ساعة تمشي توقفي عليه تقولي الله يخلي كرمي هاليا دابة تصبن دابة باش اللي بقعة ما سبقاش سينو حاولي زغسلي نتي ديك البلاسة ديك البلاسة أرفها داك المعجون الأسنان بش مبقاش لك مبرقعة ودي هالي ديك الساعة يصبن هاليك هادي طريقة زويلة باش تزوليها يمكن ما يكليك تجربي القسراح دي اللي بديعه اللي أعطتنا سبق الله عليها المرحة الغليدة وكتتغطي بالمرحة الغليدة وكترشي الخل بيد من فوقها وتتفركي بشوية وان شاء الله ستكون نتيجة مزيانة كين قسراح دي اللي فاتحة كتقول باش ريحة الحراقة ما تجيش بينه في الماكلة يعني لتقبطات لك الماكلة كترميجو جعويدة دي القرونفل فراك يعزل الطعم دي الماكلة على الطعم دي الحراقة سبارك الله عليك الله يعطيك سحال اللي فاتحة كتراح رائع جدا سبارك الله عليك كين اللي لا تفكت قسراحنا طريقة باش ممكن نرتبو الباليزة دينا ما يكونوا مسافرين زوينة بزف دك شي كيترتب بحاجة واقفة على حاجة وهي غادة يمكن لكم دخلو بطبعات الصفحة وتشوفوها سعب علينا وصفها عليكم ولكن يمكن لكم دخلو الصفحة وتشوفوها هي كتقول حيلة زوينة باش نرتبو المالابيز دينا في الباليزة بحال بلاكاغ إلا لنا الضيق آه داكو هذي فكرة زوينة مشي للسفر يعني لعنا الضيق نقدروا نديروا الطريقة هذي في البلاكاغ نديروا بلاكاغ في الباليزة يعني بمسوقاش ضيعة العام كامل نقدروا ناخدوا حويجاتنا دينا صفحة مثلا ونرتبوهم بحالك رتبوهم في البلاكاغ ونسدوا عليهم طريقة زوينة نخصصوا بها المساحة وحويجات اللي احنا ما غنحتاجوهم وندروسهم الخزامة بطبيعة الحال باش ما يسفروش لانو ما يتكرفسوش وهي ترقة باش نحافظو اليوم لاتكس حفيك رزوينة بزيب سبارك الله عليك ناخد معي مكلمة ونرجع لقصيراتكم معنا للا الهام القناة ترع مرحبا بللا الهام أهلا وسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته للا الهام سنة سعيدة اللي حفظة لي يا برك الله فيك اللي حفظة لي عمرك مرحبا بللا يا ربي انتي ولدتك أمين أمين الله يكرمك يا ربي والله يكرمك يا ربي والله يحفظك اللي انا مفضلكم بللا صحيح والله يحفظك والله يخليكم ملينا ويحفظكم والسنة سعيدة عليكم كاملين لا لا يخدك الله يتقول لي عمرك بارك الله فيك وانتي كذلك بكل ما كتمنى إن شاء الله والله يبارك فيكم أنسة عائلتي خلاص صغيرة والكبيرة ايه مرحبا من فترز لي يوسف نقول له سنة سعيدة ولدتي واسيم وأناس ورحاب الله يحفظه بلك يا ربي سنة سعيدة والله يخليهم لي يا ربي ويخليك لي ومرانسية كل شيء امين يا ربي لله الله يحفظك مرحبا أول مرة كان هن قائلة المباشرة ايه مرحبا مرحبا يا للا بكل فرح وحنا أسرة احنا أسرة أكيد من غتعية الشحر في تليفون غتسولي على العائلة ويسؤولهم على العائلة وبطبيعة الحالة دي أسرة مرحبا 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 لدي في حيال بطيطة ان شاء الله استفدوا محداثك للا إلها مرحبا بك مرحبا اللي يحفظك عندي واحد الحيلة بالنسبة كان دزني سماد راديو طرحة وجربتها والله العادم زع ما زوينة بزاة ايه القرائي اللي كان ديرو فيهم الزديد ايه كان نشدو بحل بغا كشت مدك تفل ديال قاتي في البرد اه مع الشيق طيرات ديال قاتي كيكونوا كيكون مدني من شعط انها في البرد ضرورة كيكون شعط كنا نهزودك تفل المطفقة وجهاuka وكان نخويت وفدوك تفل ديال الزديد نوان قول مد決د mitاختق انها كان على عاد في والcase عادة كيكون مدعقة المطفقة قرائي الزديد كيكونوا شعط fully من الفهم بحاولهم ندخل اله كلا ديال الزوال خلوي نبدو ود result予 هي و viewers ونز извест لها القرائي jade دايما اللي كان خدموه باديما نغطوها عادي عفتي كي خرجوكي لمعوه يغطيسوكينا ايه لما تستجي دري الماطايب والاوخة ندري الماطايب لزيد ما كتبريش تحيي كي بقا دايما اندك الدسم فيها اذا نادي قديم ايه الله يكرمك ساهلا ايه ما فيها الشمارة اه والله يلا زوينه وبتجري بزعم ما انا جربتها كانت قالتها الاخت سنة في برنامج للا مولاتي كان دوزتها شحالة ديك شي نصائح ديال هذا اه نصائح منزلية وجربتها اه زالة وكان دا ندعي معكم ديما الله يكرمك الله يحفظك للا يخطيك اي حاجة جربتك ندعي معكم ديما للا يحشمنا يا ربي الله يبارك فيك ايه ايه وخلاك تكون عندنا الخضراء كتبقى دايما في كلاجة ولا البطاطا ولا البصلة المهم كتبقى دايما شي شوية ديال الخضراء ايلا شطنا البطاطا اللي هو هصطة بالميوم اه بطاطا كامل ونغلفها بطاطا كامل ونغلفها بطاطا كامل ونكمل شوها بطاطا كامل ونخلي وراء كتجي تلقى وختم شي شهر كتجي تلقى يا كفمية ما كتخماج متاشي حاجة ايه كي حافظ عليها تهدي جربتها زوينة وما عندو شي نادرة لانه ما كان طيبوش زع ما 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 غاداش نطيبو فيه ولا ايه ايه فغالي اشتفضوا بالبطاطا في الشبكة ديالها بهذا الكارجة البطاطا كاملها ايه عالله والله اكبر así تكامل كامل كان اخذو راحو تيختارات او اله و pag نخذ نحا والمار كان اخذو여 كان grosse تكونجيلة كانتها بvenes fork اياه اياه كاده في الريغو اياه في الفريق projects اياه في المجيّر ما دةك رايحة ديال حوت يركزك الله يكره لها نتعزيز عليك تعملي كم عطبي وقيلها. ياك. وده بقى انا ما كنش في كنترا. اه والشي ده اه ولا لا لا اعطيك ستحرك الله عليك. مشيتي فاتل وقيتها البرد. الله العظيم والظروف ضروري. ايه ولا لا الله مرحبا. ضروف ديال العمال. انا اتشيلك الله يسهل الامر. ليس هالامر الا الى مرحبا ستحرك الله عليك. انا الله اعطيك ستحرك اعطوني واحد الحل اللي كان مونتين. ايه مرحبا. عندي واحد المشكلة ديال واحد اللي كانت عندي ديال مبرة. اه هم. كيتم عزيزة اليه وليني تحكيليها السبغة ديال الدفاع. وما خليت ما درت سوفور متولي. هدرت فازلين. بزاف سعالة اللي تحكيليها السبغة بزاف. اه بزاف. حيث هاد المشكلة هادا هاد المشكلة انا شخصيا كانو قليها. قليها جمرات. اه. وبصراحة واحد هي اللي كيدر واحد البرد بي خاص. اه. باش كيزولوها ليه جوج مرات. اه. ولكن حل حل منزلي بصراحة. اه. حاولت ديسولفان بياد ودك شي وما. ما متحلش ليه المشكل. ولكن تمنانا المستمعيات اللي كيتاب عون دبي لكن عندهم شي حل ايفيكاس من غير ديسولفان. يعطوه لينا. يالله يحفظكم. مرحبا. للا الهام. للا الهام. الاسف نقطع الخط. الاسف نقطع الخط. يعني هاد المشكلة ده بصراحة عندكم مستمعينا شي شي حل الايفيكاس عنها. حتى انا شخصيا اوقع لي هاد المشكلة هذا ودرت اه اه. اه. جربت ديسولفان وزاد ديع هاد الكتل. اه. الخطريس انه اه. يعني واحد يقضر انهم ينقيوا ليه هادوك الحوجات اللي تقاسو بال. بالفيرني ديا الدفار. بواحد البروديو سبسيال. قالوا بي انه بروديو سبسيال كيجين برا. اه. هم اللي يقدرون انه مندفايا. وبزرد دي اللي بريسينك مكبغويوش ياخدوا تقول لك إلا إحنا ما نقدروش ناخذ هذه البقعة أو لما نشحل لها حيث خاصة شوية الخاطر وخاصة شوية المجهود وبشوية بشوية تكتحيي ديك البقعة زعملة تحية لهذه البريسينج هذه وخمشة في الضربة من دينا أخرى نقول له شكرا تحية لك الله فطيب فهذا حل ممكن ولكن شي حل بنزيلي جاسب أغنى السيدات يقصرحوا علينا عافكم إلا عندكم شعر فهذه الباب نتمنى أنه نفيد المستمعات ونستفتأنا معكم فهذه المشكيل هذا ناخدو معنا هاد المرة للمريم من مراكش مرحباب للمريم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته السلام كبيرة الله يطول لي عمرك سبارك الله عليك للمريم مش خبارك سحة كلا بس الله وفيك أختي كبيرا الحمد لله أنت على خير الحمد لله سلام الله يحفظك ألا الله يطول لي عمرك للأختك وانت كذلك أولا أخويا يشام أولا عطاريرا عزابية مرحبا الله يحفظك الله يكرمك بارك الله فيك سلامك وصلا للمريم مرحبا وقعد تقنيت تقنيفة انتو ما بنسبة لنا مش عمشي إداعا انتو ما أسرع لا لا يخطك ألا الله أول هدف جينا نتمنى ودائما نكونوا فعلا في هذا المقام عندكم لا لا يخطك طبيعة الحراكة نتمنى الله يطول لي عمرك للأمريم الله يكرمك شكرا جزيلا مرحبا بك للا شحب الخاطر غادي نعطيك اليوم واحد قولي واحد حيال ايا مرحبا مرحبا القديم بعدها برد عندكم في مراكش ايا كيل برد وكانت شنيفة كيل برد وشمشة كيلة الشيوة ولا والو لا والو ايا والله يرحمنا يا رب ان شاء الله قريبا قريبا ان شاء الله بإذن الله ستضليل الأمريم مرحبا شنو تكسرحي لنا اليوم ايا اول حاجة بالنسبة للخضراء التي تبقى عنه تلاجة وتكونها كدابلة يعني اهم ترميوها ايا بالنسبة لهذه كان اخضوها اه كلطس تلاجة التي ندره في يوم مربعة تلس ايا كان عمرها بالماء ندرها في الفريق وحتى التزولي زمات المعباعة انا اخضو الخضراء نحطها في بانيو ونعمروا عليها بالماء وندروا فيها دي كمور باديا التلس ايا وتنخلق واحد من السعارة كتولي اخطو حلاء شريعة جديدة كتعاو ترجع ليها الروح ايا كتعاو ندروا الانيولوك الله عطك ستحالة لمرين انتوارك الله عليك مرحبا بالنسبة الحيلات التانية هي التلاجة مني كنبغوها كنصافره كنت فيه يعني تلاجة كتبقى في هذهك ريحة خيبة ايا كناخدوه القهوة سريحة الدوابان مهم وكنديروها في تبصيل صغير وكنديروه في تلاجة مهم كتبقى الريحة وخد ستية كتبقى دي القهوة ما كتعطيش فاشي ريحة ديالة اسميتو ايا ايا فكرة زوينا مرحبا وبالنسبة الماء اللي بس يخرجوك كيش عدو ايا كتديري السابو البلدي مع الخميرة وتحكي بالجيكس السابو البلدي مع الخميرة وتحكي بالجيكس ايا رأكي يخرجوك حلاش اليوم الزاد ايا فكرة زوينا ياري الله عتك السحة طب عدوه ما الافكار اللي عندك واتبارك الله عليك هدو غير شي شي حيال شنوم بالحيال عندك شي حاجة اكثر بلات شي تبارك الله الخير والبركات ايا شي سبيا سبارك الله عليك اللي مريم الله يعطيك سحة ما عندي ما يتسالك على تسويلك سبارك الله عليك الله عطيك سحة و سنة سعيدة بكل ما كاتتمنى يا ربي ينوع عليك والا التقم تقني كامل اما بيش نفوت الفرصة انا ينتص الزكاق شي سبيا مرحبا بيك مرحبا بيك وبغيت ان شاء الله يدخل عليكم 2018 باش ما كاتش مننا وديما ناجح تقلق ان شاء الله وراكم طب رقم واحد الله يحفظك اللي مريم و احنا فرحانين بزاف بكم بدل كلمة طيبة والله العظيم كسعتونا كسر من قيمتنا لالي اختكم شكرا جزيلا لان هذه المحبة ديالكم هي تكلف كسر منه تشريف انتمنوا دائما يا ربي نكونوا عند حسن ظنكم و ستطلعاتكم سمحوا لي نايلة شي مريم قصرنا في حقكم ولكن ما بين الاحباب عيتابيك احنا هنتمنوا دائما نكونوا في المستوى و نكونوا عند حسن ظنكم و عند حسن ستطلعاتكم غادي نوصف استقبال مكالمتكم و السمعينة وهد المرة شفنا هناخدو معنا هناخدو معنا للا نعيمة من اقادير مرحبا بللا نعيمة صباح الخير اخصتك اينا صباح النور للا نعيمة شخبارك صاحة كلاباس صاحة كلاباس و انت كذلك الله يطول عمرك و انت كذلك بكل ما كتمنى يا رب و سنسعيد العائلتي و عائلت راجلي و كل في مكانه مرحبا بللا تحياتنا لكم جميعا عندي واحد ثلاثة دياله هذا غير فاطئين يعني غير ايه مرحبا دار و نشاركم على المستمعات مرحبا المسبة للبوقع اللي قلتي قبيلة دياله الملابس كتديري هذا صباح البلدي طبعة و تدوز عليها شوية ديالكاربوناد الثسم كدخليها واحد جوية كدخليها نيس ووحد شوية و تديري كدير شوية ديال المدافي و تدوز عليها يعني ارا كتحيق البوقع بسغولة ايه? والحيلة التانية بالنسبة للبابويات ودفشي حيث احنا معاله غصيل ومعالحكم. ايه. لليه خطينا نقع. ايه. شتدير غير شوية صفو السائل ديال كوزينة. وشوية دلخل البيض يعني كتخلطي في واحد طاصة. اه. وهدي كربونة دي السود. حيث انا الخل دي كربونة دي السود عندي بحل كتر من العطرية في الدار. ايه. وكتدير وكتدير وحد الشبكة غير عادية ديال لبابويات ديال كل شيء دي اي بلاسة عندك فيها. فيها جليج فيها هادا. اه. كتدو زيرة كتبري منها كتعقمي منها كتكل شيء حاشة كالطريطات لكل شيء. ايه? هناك ياخج واحد هادا حسن من جابيل حسن هادا. ايه? والحيلة التالتة كان على هادا على الخضرات في طلاجة يعني من الاحسن العيالات يديرو خنيشة ديال التوب. اه. ديروهم بالوينات ولا لون واحد ولا اللي دارو. وكتديري في كل شيء كل حاجة كتديريها في هادا في اه. كلها خضرات تديرها في خنيشة ديال التوب وكتجمع عليها. ومن ذلك تديري بلاسكات الو بيدي لي بلاسكات. يعني كتبقى الخضرات تل تل كتر مسمانات تبقى لك بحل اللي يا الله جبتيها. ايه? ايه? هادو من حيلة اللي عندي الاختصائنا وكانت لها فانا سعيدة مرة تانية وكل عام تنبي خير الله يحفظك وانتي كذلك بكل ما كتمنى بصحة والعافية الله يكرمك للا بركة الله فيك شو نخدو معنا دبا للا امال ونرجعو لفيسبوك معنا للا امال من اقادير مرحبا بك للا امال السلام عليكم اختي سكينا عليكم السلام ورحمة الله سوى الله وانتي كذلك بكل ما كتمنى يا رب الله يباك فكرة مرحبا شو بتنسو لك عندي اواني هي ماشي في الضياء ومبقاتش كان عاولي صوبها وقادتها ومجيبها ولكن مش مخصصها شو عجبتني احتفظ دياء بقيت لك انشي طريقة تنسو لك اوح المرأة شي اخت عقدتكم شي طريقة كيفاش بصباغة وحكا شو نعمل لها بالضبط بقيتشي بون فعش دبا غيب اش نفهم الضبط حيس ما فهمت شو ضبط شنو قسيلي يعني عندك اواني ماشي في الضياء قلتي شنو مابقاش يوري الصفرposition بيبز ادك الكروم مشا مشا ضبالاللهو قدakhينك فى الضياء اللى كان فوق منها ما بقاش出去 وقدريت هناك وماش لضخف دك it yo وكان ادي فى الملاسة بقيت نشتاك بزياءهم فى النطرة وكنت �Anixed انا سمعت شي اخت عندك في الابعدة نستر Engineer واعطتك وحضر شو حكي لهوو يدياش طبا انا اجري بشي صبغة سعين مدربة كما تقصراتي بغد ما عندك شي طريقة في مكانت اخوة ولا شي خابير كيفاش ما نضيعهمش نحكهم وصبوهم المسهم عند المولي كي يبقوا عندي مرحبا وا خلا بكل فرح اذا نقسلناك كيفاش نضفو الكرومي اي مش نضفوه كيفاش نردو اللي معندي يالو لا مش نردو اللي معنى اذا كروم ببطيش غادة بغيته بغد نعاود ندلي بشي صبغة ادلي بشي لناخر قاعه ادلي بشي صبغة في لون بلونش ولا مو يمشي لون عشي تبغة لي مترش يعني فين دبا جتا منهم الماء ولكن ايه واخا مرحبا ولكن ما تقصرش بغة ادبا غتتعطيني فرصة باش يمكن ينتصل غتتعطيني واحد فرصة مرحبا بكل فرحة لله غتتعطيني واحد فرصة باش يمكن ينتصل ب لا ما غنسكش ما غنسكش ان شاء الله بادني الله باش يمكن ينسبغو بها الكرومي وبسلونا اخر مرحبا بكل فرحة تلعود 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 بغتي الصبغة اللي تصلح لهاد الجريبة هاتي وتكون استمالة منزلي عبتين بدا لبدا لميت خوال فكش في حزازات تأرق واخلال انا غرجعك استاندا خليلنا الرقم الهاتفي ديالك باش توصل انوية وان شاء الله باش ما ننساش نخلي الرقم الهاتفي ديالك عندي باش ما ننساش انا غرجعك عند الساميحة دابا وتاخد الرقم الهاتفي ديالك مرحبا بكل فرحة اللي امل اهلا وسهلا. غالي نرجع فيسبوك مستمعين الكرة اما قطاع ديال لا تفاكس وقل حيلة لطرد الحشارات من الضار. ستاخدين نص حامدة. كتدري فيها حبت ديال القرنفل ودريها في المكان لي كيبهلك منه المخرج للحشارات. فايا كتجري على الحشارات. بارك الله عليك اللي لا تفاكس حام. قطاع راح اخر باش ندفوحها قائب اليدوية والاحدية الجلدي السوداء. كتقول ناخدو طريف ديال حامد. ندوزو على الحقيبة او للحيداء بنعومة. ومن بعد ندوزو بطرف ديال اكتوب قطني ناشف كيضف وكيعطي لماعان. سبارك الله عليك اللي اعطيك السحة. قسرح مستمع كريمة او سؤال اللي كتقول سلام حائلة كيسوك هنا الجميل. الله حبدك لي يا للا السعادية. بغيت حيلة ترتيب المطبخ مع زينو بدك ورس بسيطة في المتناول. مرحبا. غدرت سبيل المطبخ ديالك وطبيعت لحال حاولي انه كل شي يكون مخشي في البلاكارات. هذا كترت القج قدام ارخة ما مكيلاش. كل شي يكون مخشي دخل في يعني في البلاكارات. وكانت تحاول تزين بواحد لبو ديال النباتات. النباتات زونية بزاف انهم يكونوا في المطبخ وكان سبق وتكلمنا عليها مع المختص ديالنا السعبد الغافور اللي كان عطانا مجموعة من القتراحات في هذا الباب هذا. تقدري تديري نباتات ديالك ولي تقدري تزرعي نباتات منسيمة بحاليها زير بحال السيبولات بحال هذه الأمور هذي تزرعيها وتديريها في الكوزينة. فهي مهمة بزاف والنباتات مهمة بزاف في الكوزينة فهي كتسم او لا كتسم ديك الرائحة ديال الاكل والروائح لمشيها ديك را كتعون نباتات على هذ الباب هذا. فتشوف النباتات المناسبة وتديري ديبو مختلفين هكذا في الكوزينة ديالك تقدري تاخذي بعض الواحد بحال بارات كتلتقيهم كتديري فيهم مثلا المغيرفات كتديري فيهم كاسرولات ملكبيرة الصغيرة كتحاولي انك يتأتي الفضاء تقدري تختاري اللو اللي كيعجبك واللي يجي مع الكوزينة ديالك وتخدي منه بعد الاواني ماشي مكلفة اواني بلاستيكية مثل غروب حما زال هن هذيك المغرفة ديال البلاستيك واحد لالوش ديال البلاستيك تخدي المواسب ديال اللون غا تحطيهم كاسرول معيان وانا غا نحاول نشوف صور ونصف تلك صور اللي يمكن انك ترتبي بهم وهذي طريقة اللي يمكن انك تستعملها حتى القرعي ديال الزاج اللي عدنا في الدر ما نرميهو مش تقدري تشديد ديالك القرعات وتلوع ليهم الكوغضان او اللا ديالك القنة بتلوع ليه تلوع ليه تلوع لي كامل تكي ولي عندك واحد بحل بو تقدري تدري فيه شي حاجة تدري فيها مثلا الماس ليك يكون تحتاجهم يكونوا قرب ليك تدري فيه مثلا شي حويجة لانتك تحتاجهم بريكة ولش عاليك تحتاجها في الكوزينة تكون قريبة لك تحتهم مصنف لقصة حتىهم ديكوغاتيف كانين بعد الاواني الزجاجية ما كتكونش غالية بزافرة تمن يلا ما بينت قريبا 20 درم حتى الـ 50 درم ماكسيموم تقدري تاخدي من الاكبر الاصغار وتحبي حتى يتأتي بها الفضاء كان يعني في هذا الباب هذا سبارك الله انا ما عبتك شوئينا مدينة لسادية ولكن شكل شركة القائن غعمالي المعن كيتقيدة بتبارك الله حساس شي ديال بوغسولان بيض ولا زوين ولا فيه بعض الأمور زوينة يعني تقدري انك يتأتي به الاسباس ديالك وماشي مكلف تقدري تشري حتى تابيرها كيتبعو طبيات ديال الكوزينة سبيسيال موند الكوزينة كتكون طبيك طويلة على المسافة ديال الكوزينة وكتكون وحدة في الدخلات ديال الكوزينة حتى يتأتي بها علش الله في الويل اللي يكون زوين ويكون مأنق تقدري بالطبخ تخدي تحد ته البدهี تلاجة مثلا، أكسسورة تلاجة وتلي المكينة تتصابوا والأنت لم تتأتي بهم يعني عموا بجموع من كانت المت seminar اخر تفكري فيهم ومس يكونوا غالين wax BluePOSEينة في التامن ولكن يعطوك واحد نعد راق زوينة للمطبخ تلك آا ضبخ Lukidi request كترجع من ذاك الشي اللي غاديجي كتدور شي طريقة باش نحيد الخملة من المونتو ديالي عفاكم طريقة سهلة جداً كتاخدي مشترقيقة مشترطبة عفواً إلا ما عندكش شيطة في الدار ركن واحد شيطة سبيسي المونت الخملة كتاخدي مشترطبة وكتحيدي من ذاك المشتركة كل عوينات هادي العودولة وكتشيتي بها الخملة ديالك رافي تحيد في حالتي لي كانت الخملة شادة أو للخملة يعني خاصة تنتف فانتي كتشدد ديالك المونتو ديالك تاخدي وحد الغازواء وكتش بزاي تنزلي على ديالك الخملة بشوي عندك تقطعي تتوب كتنزلي على غيب يعني بوحد الحضار وغيب شوية وانتي غادة 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 تكتحي ديها طريقة زوينة وسهلة وعملية وإفكاس قصير حقوق تقول حيلة لتنظيف المرأة ياخدي لاموس ديك يديروا الرجال للوجههم وديرها دوزي على المرايات نمريها بطريقة مستقيمة تجاه واحد ومن بعد تنظفيها فيها إفكاس وكسحيدة كينها طريقة أخرى حتى باش تنقي المرايات هي البطاطا كتقطعي ترين شاد البطاطا وكتدهنيها للمرايات وكس مسحي مبعد بليبا موس بلعودش لكم نتيجة كتكون في غاية الروعة صباح الخير سوكي نعم فكشي طريقة باش نضفو تلاجة على برا وحتى زليج باش نضفي تلاجة على برا أحسن طريقة كتأخذي توب بقطني نقي كتدري في شوية ديها الخل وكتمسحي تلاجة ديها من داخل ومن برا فهي كتأخذي وكتأخذي وكتأخذي للمعين جوين بسبب الزليج الزليج أحسن طريقة وصفة لي هي الصابو البلدي تتينع سكول شي بالليل تكون دو ست سيقة ديها لك على نظفة كتدري زليج لي كتدري دك الصابو البلدي كتدني الزليج صباح كتدو زيت سيقة قبل ما يفقه لي لي يزلقو حيز زليج كيزلق سميتو سنسي تردي البلد زلقي وكيرجع لي واحد اللمعين واحد نظفة ما كيش بحارها للتفاسكي ناسان سعيدة وحبك في الله والله يحفظك والله يسعد يامك شكرا ليك البرنامجة رائع وانتي أروع للاختك اللظيفة وانتي أروع مني بكتير على هاد القلب الطيب اللي عندك الله يطول عمك شكرا ليك سعيدنا اللحنان الله يسعدنا ويسعدنا 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 ويسعد من يحب أن يرانا سعادة يا ربي أمين والنهار سلامي عليكم الأخت وكنا سانة سعيدة ودمتم ودامة نجاح أنا حسنا بغيت نسول كيفاش نضف الحمام بحيل غير من الدار بحيل غير من الدار أي نضف الحمام فقدري نضف لينوكس ديالك بواحد طريقة زوينة هي أنا كي كات بلوتو ماشي لينوكس لفابوت قدري دوزي عليه لموسد الحلقة ديال الرجال فهي كتنضفوك تلمعوك تردوه أنقيم زيان بنسبل زليش كيف مقبلنا سابو البلدي ويمكن لك تديري الأرض وديريه السقف ويمكن لك أيضا بسبل تنضيف ديال الطوالات تقدري تديري واحد المشروب الغازي الأسود فهو كينضف طريقة عجيبة جدا من بعدك تعودية تمسحي واحد مسيحة بجافيل وهو الحمام ديالك كيشال سلام ختيسوكين هادي أول مشاركة لي ما شاء الله عليكم استفنا بزر من الحدقة ديال المغربيات بالنسبة للحرق الأواني باش نحيد الحرق بسهولة نديرو شوية ديال المور الخميرة ديال الحلوة حمراء والصودة ونديرو ورق نشاف نخليهم يغلوا فوق البوطة وكيزول بسهولة تحياتي لكم مرحبا بكم مرحبا بحداكتك إن شاء الله تكون باشي آخر مرة مرحبا بيك معانا كينا مجموعة من القترحة ديالكم مسمعين الكرام مرحبا وألو وسهلات بالجميع سؤال دي المسمعك تقول صباح الخير حبيبة سيعة فكشي طريقة باش نزول البلونكو من جاكت ديال ولدي كان القترحة ديال المسمعات اللي اقترحوا عليها قالت جربي معجون الأسنان حطي فوق البلونكو خلي 24 ساعة وحيدي بقوا مشقوطني بالخاطر ومن بعد كتديري كريمة بيضة اللي عندك وبتوفيق هادي طريقة اختي راح أخر شوكها لك ولكن شنو هي البلونكو ما الكريمة شنو 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 وخا البلونكو الكريمة اللي كتقدري يديك آه الكريمة البيضة اللي كندرو يدينا أي كخيم كنديرو يعني هي دات المعجون الأسنة 24 ساعة من بعد كتزوليها بالخاطر ومن بعد كتديري لكخيم المرطيبة اللي عندك في البعر قتراح أخر ديال اللاتفاك تخول بش حافظو اللواني الفخرية من مش مطحش ويا سخونة من هذه الموبللة دائما تنهزوها بش هكدا كنحافظو على الأول هين الفخرية من تكسير ومنمطن كتزيد أنها تستحمل هاديك سخونية باكد الله عليك فكرة رائعة سلام عليكم اختي سوكينا بالنسبة للطباية ديال الدمت نعملو السابول بلدي ندهنو بيت طبعه ونخليوها مودة ومن بعد نصبنو عادي أما أنا فعنا جلابة قاسها جافيل ومحارش كيفاش نزولها ايه صعيب القديش في جافيل صعيب صعيب جافيل كان يجوش حلول حل ترقيعي وانك غدت أخذي فتخ في اللون ديال جلابة وغدت بغي هاديك طبعه ديال جافيل بالفتخ او لا لحل الأخر انك ادعي ويعودوها لك في الصبغة ولكنا غدت قولين من بعد كطلق يعودوها لك في الصبغة وتبتي لهاللون في الخلو الماء ليلك كاملة ومن بعد عدت عاودي تسبنيها هدا هو الحل ممكن أما الشيحية سهلة عملية حيض ما كيناش لا لا تفعوذيني كتكترح لنا بقية القهوة التخت كنستعمل مع شوية ديال الماء وتنسقيو بين النباتات فهو مغدي إفكتيفمون يعني مغدي جدا للنباتات الماء ديال الخضراء اللي كنسلقو فيها من رميوش نسقيو بين النباتات مغدي جدا النباتات رفحانا تاييكا إنها تحييكا تبغي أنها تغدى بالجيتامينات والمآدين ومجموع من الأهوار إذا كما قاتنا للا يعني تفل ديال القهوة الموسكار مره مره على حسب شنو كيقول لنا يعني المو المشي اللي كانت تقده ومن عنده الماء ديال الخضراء مفيش درر شي حاجة مزيانة جلوف ديال فواكي تغليهم في الماء ونسقيو بيهم تهية مهمة جلوف الفواكي اللي عندك البانان تفح ليمون رفخاز كيوي آنانا جلوف اللي عندك تبيرهم في الماء تغليهم مزيان وتثقي بيهم رشي حاجة مهمة بزاف الخضر ديالنا أفوال نبسات ديالنا تستسبح غادي ناخد آخر سؤال أو آخر رسالة بصحة مسخيتش بكم بلكن جاوزنا الوقت صباح النور صاحبات الصوت السعيد لاحظ كليل لأم مريم اللي يخطك ويخليك حتى نسي دائما سعيدة كتقول عندي واحد ناصي حالة نضيف سطول هذه الحمام لأنني كاللحظة بعد النساء يمكن كيسها وملي كيزوم تكونوا في حالة موزرية رغير صابوا البلدي وجيكس كيرجعوا مكيل معوه وكل سنة وأنت متألقة الله يحفظك لأمريم ونضيعتك على قدنيتك وإن شاء الله تكوني تنتي من نجاح لنجاح وسعيدة بإذن الله في حياتك شكرا لكم كلكم على الرسائل الزوينة ديالكم شكرا بزاف لكل مستمعات شكرا لكم شكرا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا على تفاعلكم بطبع الحال ممكن لكم دخلوا الصفحة وتشوفونا أخران ما قدرناش أن نقولوا اليوم فلونتين فأنا سعيدة جدا أن هذا الروح كتتخلق بينتنا وإن شاء الله أكيد أنه غير يكونوا معنا فرصة بش نتكلموا دائمين على الحياة المنزلية نتمنى لكم شهية طيبة ما غنشوفكم من العام الجاي من العام 2018 فتحياتي لكم عام سعيد إن شاء الله يدخل عليكم الصحة والسلامة والعافية وبكل ما كنتمنى نودعوا 2017 وكل شي ما هو خيب نرميه في الشبكة وما هو زوين نحتفظو به كبنزين وحماس باش يمكن نبدو 2018 2018 ان شاء الله تكون عام الفرحة والنجاح والتقلق على الجامعة وحتى لك كانوا شي كبوات ميبقاش فينا الحال فيها خير ما فيها خير أكيد أنه ودرس غيكون مهم لنا سعيدة كل عام وأنتم أجمل كل عام وأنتم أروح كل عام وأنتم بخير كل عام وإحنا مع بعضياتنا وللخطينا على بعضياتنا ويخلي شملنا ديمة مجموع موس سمعينا شكرا لكم شكرا لك مهدي بنك وصرف 20 يوم في الإخارات سنة سعيدة لك بكل ما كنتمنى يا ربي إن شاء الله بدك شيري ببالك يتوفق إن شاء الله وربي سنة الأمور تحية لكم جميعا تحية الطاقة مجال كيفاش لمعنا اليوم وسبب الله عليكم سنة سعيدة تحية لكل زملاءنا بطبيعة الحال كل عام وأنتم بألف ألف خير دمتم في رعاية الله شهية طيبة وإلى اللقاء